موسيقى رقصة الموت أعزائي حديثنا اليوم عن أخطر رقصة في التاريخ إنها رقصة سلومة ابنة هيروديا وفليبوس التي تلقنت من أمها الشريرة التي كلفت رأس واحد من أعظم الأنبياء وهو يحنى المعمدان إن هذه القصة موجودة في إنجيل متة وفي إنجيل مرقص وفي إنجيل لوقة أيضا ويا لها من رقصة مكتوب فسمع هيروديس رئيس الربع بجميع ما كان منه وارتاب لأن قوما كانوا يقولون إن يحنى قد قام من الأموات هذه الحادثة كانت في قصر هيروديس رئيس الربع على الجليل ملك شرير لقبوا يسوع المسيح بالثعلب لسبب دهاؤه وهو ابن هيروديس الكبير الذي قتل أطفال بيت لحم مكتوب أما هيروديس رئيس الربع فإذ توبخ منه لسبب هيروديا امرأة فليبوس أخيه ولسبب جميع الشرور التي كان هيروديس يفعلها زاد هذا أيضا على الجميع أنه حبس يحنى في السجن يحنى المعمدان الذي وصفه المسيح إن أقول لكم إن بين المولودين من النساء ليس نبي أعظم من يحنى المعمدان وكان يعتبر أعظم نبي صابق للمسيح لأنه رد الكثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم وهيّ للرب شعبا مستعدا كان يحنى صوت الحق ورسالة قداسة وبخ هيروديس وقال له لا يحق لك أن تأخذ زوجة أخيك المقصود فليبوس وهو بعد على قيد الحياة كانت النتيجة أن الملك سجن يحنى كما فعل الملك صدقية مع النبي إرمية قديما إن مشكلة هيروديس ليس فقط الخداع والمكر لكن المظاهر لم يرد أن يحرج أمام ضيوفه في يوم من الأيام عمل وليمة تعبيراً عن كبرياءه وعن غروره وكان مع هيروديا زوجته الغير شرعية زوجة فليبوس لأن هيروديس نفسه كان قد أرسل وأمسك يحنى وأوثق في السجن من أجل هيروديا إمرأة فليبوس أخيه إذ كان قد تزوج بها لأن يحنى كان يقول لهيروديس لا يحل أن تكون لك إمرأة أخيك فحنقت هيروديا عليه وأرادت أن تقتله ولم تقدر لأن هيروديس كان يهاب يحنى عالماً أنه رجل بار وقديس وكان يحفظه وإذ سمعه فعل كثيراً وسمعه بسرور رقصت ابنة هيروديا على أنغام الموسيقى رقصاً خلاعياً مع شرب الخمر المسكر مكتوب دخلت ابنة هيروديا ورقصت فصرت هيروديس والمتكئين معه فقال الملك للصبية مهما أردتي أطلب مني فأعطيك وأقسم هيروديس أمام الحاضرين قائلاً مهما طلبتي مني لأعطينك حتى نصف مملكتي وعد بكلام متهور ومتسرع كان فيليبوس أخو هيروديس وزوجة هيروديا هي ابنة أخيه أريستوبولوس كل الإخوة من أب واحد هو هيروديس الكبير ولكن كل واحد من أم مختلفة هيروديس الكبير الأب على الأرجح كان متزوج على الأقل من تسع نساء هيروديا كانت داهية مثل هيروديس أنتيباس وكانت طماعة وتريد أن تصل إلى مراكز الشهرة فطلق هيروديس أنتيباس زوجته التي هي ابنة الحارث ملك الأنباط في البطرة التي هي اليوم في الأردن ثم هيروديا أغوت هيروديس بجمالها وسحرها وتزوجت به لكنها كانت تكره يحنى لأنه كان يكلم هيروديس من كلمة الله وكان يصر بالإصغاء له وكان ليحنى مكان عند هيروديس لأنه قديس وبار ونزيه لكن يحنى لا يحابي الوجوه وتكلم من كلمة الله الحق كما هو مكتوب في سفر الشريعة وإذا أخذ رجل امرأة أخيه فذلك نجاسة قد كشف عورة أخيه يكونان عقيمين لكن هيروديا كانت مليئة بالحقد على يحنى وجاءت الفرصة المؤاتية لهيروديا للانتقام من يحنى في ذكرى مولد هيروديس اللي عمل وليمة وطبعا تدور الخمر في الكؤوس ثم تتسلل إلى الرؤوس إضافة إلى الموسيقى والغناء والرقص الخلاعي دارت الخمر في رأس هيروديس وأمام الحاضرين سألها أن تطلب حتى لو نصف مملكته ليعطيها وجاءت فرصة العمر لهيروديا وقالت لابنتها سلومة التي استخدمتها كوقود لتغذية نار حقدها على يحنى أطلب رأس يحنى على طبق ولكن هيروديس لسبب الأقسام لم يرفض طلبها وجاءت برأس يحنى لقد تسرع هيروديس في الكلام وها يحصب العواقب الوخيمة ظل شبح وكابوس يحنى يطارده لأنه ظن أن المسيح هو يحنى قام من الأموات إذ قتل دم بريء ولم يسعى إلى حلول أخرى نعم صوت دماء يحنى تصرخ وأصوات أخرى كانت تصرخ صوت الوطن ابن بلدك صوت الأخوة صوت الضمير صوت العدالة صوت الشريعة التي تنهى على هذه الفعلة ماذا عن صوت العدات والتقاليد لا يصح فعلها بالنسبة ل يحنى كان يفضل أن يفقد رأسه على أن يفقد ضميره قطع رأس يحنى وقطع وسيلة الاتصال بالله فانقطعت العلاقة بينه وبين الله بعد ثلاث سنين وقف يسوع أمامه سر للغاية أن يراه وترج أن يرى معجزة لكن يسوع لم يتجاوب معه فشعر هيرودوس بالإهانة فاحتقر يسوع نعم رقص بسبب الخمر والقسم الفارغ قطع رأس يحنى المعمدان إن هذه الحفلات تجعل الملوك تفقد توازنها بسبب الخمر وتقودها إلى قرارات خاطئة مثل الملك أحشويروس ملك الفرس الذي ملك على مئة وسبعة وعشرين كورة لم يستطيع أن يملك على نفسه الذي عمل ولي معظيمة وعندما طاب قلبه من كثرة الخمر أمر أن يؤتى بزوجته وشتي الملكة ليتباهى بجمالها لكنها رفضت مما أدى إلى غضب شديد فطردها وخسر زوجته في استير الصحي الأول مكتوب البطيء الغضب خير من الجبار ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة وأيضا الملك بيلش شصر ملك بابل الذي صنع وليمة عظيمة أحضر آنية الذهب التي من بيت هيكل الله وشرب ودارت الكؤوس في الرؤوس فرأى يد كاتب على الحائط الملكي وكانت دينون عليه وخسر مملكته في سفر دنيال الإصحاح الخامس أعطيت مملكته لمادي وفارس اسمع نصيحة أم لمؤيل ليس للملوك يا لمؤيل ليس للملوك أن يشرب خمرا ولا للعظماء المسكر لألا يشربوا وينسوا المفروض ويغيروا حجة كل بني المذلة سفر الأمثال إصحاح 31 اسمع نصيحة الحكيم لمن الويل لمن الشقاوة لمن المخاصمات لمن الكرب لمن الجروح بلا سبب لمن ازمهرار العينين للذين يدمنون الخمر الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج لا تنظر إلى الخمر إذا حمرت حين تظهر حبابها في الكأس وساغت مرقرقة في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان نعم إنها رقصة الموت التي كلفت رأس يحن المعمدان وكلفت عذاب الضمير لهيرودوس إنها الغرور والكراهية والحقد التي تنفذ عندما تدور الخمر في الرأس كم من الممالك التي اندثرت وكم من الملوك التي عانت كل أنواع الأوجاع بسبب الحفلات وكم من البيوت التي دمرت بسبب شرب الخمر والخلاعة والرقص الإباحي كم حدث من ارتكاب خطايا الزنا بسبب الحفلات الخلاعية والرقص الخلاعي الذي يثير الشهوة وشرب الخمر الذي دمرت أسر بأكملها إذا كنت مدمنا تعال إلى المسيح لأنه كل من يفعل الخطيئة فهو عبد للخطيئة تعال ليحررك يسوع ويهدم كل الحصون التي تقيدك عندها يبارك قراراتك وكل ما تصنعه تنجح كان هيرودوس في صراع داخلي وأخلاقي بين شهوته الجنسية نحو هيروديا وعذاب وتأنيب الضمير نعم إنها رقصة الموت التي كلفت موت يحنى المعمدان واحد من أعظم الأنبياء تعال إلى يسوع المحرر الأعظم لتنال الخلاص الكامل والشفاء والحرية الحقيقية وبصلي من كل قلبي إنه ربي باركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة